لأنه الآن أنا بصراحة رح نضرب الفوق الثقيل ما نبقش أنت لا غير بلا هاي شاركة المواطنيين وواحد سرقة ججاجة وواحد سرقة بيضة لا نضرب الفوق القضاة والوزراء والجنرات وأي واحد فاسد هاكذا باش نبينوا نية الإصلاح والتطهير بالفعل حتى نبرهن للشعب أنه هناك نية صادقة نية صادقة لمحاربة الفاسدين ولإصلاح وتطهير الوضع الفاسد بمباركة الرئيس شخصيا أنا نقولها على المباشر رئيس تبون رسل لي أكثر من مرة رسالة يا ابن سديرة ما تظلمش إذا عندك أدلة وعندك وثائق وعندك إثباتات أهضب إذا تعلق الأمر ببني خالد عندك عليه ملفات أنشرهم أنا قال هل يتبون هكذا قال إذا عندك إثبات علاء خالد بني كيف تطهير الفاسد أو حقار أو أضلم أو أسترق أو أقدر أعطيه إذا هدرت معك لا يتعرف قلت له خلاص كلمة قلت له كلمة قال لي توعدني لا تظلمش لا يتبون مباشرة يعني عن طريق مرسول قال لي هذا ما يقولك الرئيس قال لي ما تظلمش وما يعني تبتهمش الناس بالباطل إذا عندك أدلة وعندك إثباتات وعندك شهود انشر على رأيك وليكن واحد من أفراد العائلة التي هي ابني اللي رام ياها دروح لي وقلوا فاسد اللي عندهم دليل يتفضل اللي عنده حاجة على أوليد الرئيس ولا أوليد شنغريحة ولا أوليد فلان وفلان ينشر أنا قبل ما نسمع الكلام هذا من عند تبون ومن عند غيره أنا أسمع الكلام هذا من عند ربي سبحانه ربي سبحانه علمني يبوي وقريته وكذا قال لك من رأى منكم منكرا فليغيره وأنا قادر نغير بلساني أنا ما عندي إش السلاح ولا عندي قوة القانون ولا عندي السلطة أنا عندي لساني أضعف الإيمان أضعف الإيمان بلساني من رأى منكم منكرا فليغيره ورانا نغيره ذلك إذا كان أصبت هاو الحمد لله عندي أجرين إذا كان أخطأت على الأقل عندي أجر المبادرة النية ويشهد الله سبحانه وتعالى أن نيتي صادقة في محاربة الفساد مهما كان الفسد نعود نرجع على رئيسة المحكمة سيدة قلاتي